المحمود هو الله جل جلاله والمصلى عليه دائما هو محمد وآله اللهم صلي وسلم وبارك على بدر التمام وقمر الكمال صاحب مقام قاب قوسين أو أدنى الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلالة وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وضاء الظلة وعين العناية وغين الغاية وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف وميم الملك ونون النوال وهاء الهنى وواه الوفاء ولا مؤلف توحيد من لا إله إلا الله ويا أينبوع الرحمة الكبرى هو سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله يا خير الأنام ومسك الختام شفيع الخلائخ يوم الزحام أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهنئكم باسم هذه القناة المباركة باسم قناة الصحة والجمال المباركة نهنئ الأمة الإسلامية والعربية بهذه الذكرى العطرة التي كان لها من الماضي عبر ومن التاريخ صفحات ذكرى مولد الهاد البشير صلوات ربي وسلامه عليه فمن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألنا واحد من هو رسول الله وما هو النسب الطاهر الشريف هو محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوأي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضرة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى جميع الرسول وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسبيم ولد الهدى فالكائنات ضياء خط الإيمان والإسلام نرحب بهذا الضيف الكريم وهذا العلم القرآني فضيلة الشيخ محمد السيد سعد يا مرحبا مولان مرحب بك سنة شيخ أبراهيم وطبعا هذه الأيام طبعا تصول وتجول في ذكرى مولد الرسول في الحفلات والمؤتمرات فمرحب بك مرحب بك بشأن الله يخليه نورت الدنيا ونورت قناة الصحة والجميع كل عام حراتكم بجميعا بخير الله يخليه طب نبدأ بقى شيخ محمد كده نسمع كده نستهل هذه الحلقة المباركة في هذه الذكرى المباركة بآيات إن شاء الله كده بصوت الندي الجميل دي إن شاء الله إن شاء الله فضلك مولان أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ويخشون أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ويخشون أبا أحدا إلا الله ويخشون أبا أحدا إلا الله والذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أذكر الله أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم يا أيها الذين آمنوا أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكاته هو الذي يصلي عليكم وملائكاته ليخرجكم من الظلوات وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وأعد لهم أجرا كريما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بكرة وأرسلا اشتركوا في القناة 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 العظيم عذرا رسول الله ان قصرت في وصفا فان جمالكم لن يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفا والله لو جد العباقرة في وصف افضلكم لن يعرفا يكفيه لقيا في السماوات العلا بحضرة الرب الجليل تشرفا يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور احمد لن يخسفا والله والله لو ان قبر النبي محمد تفجرت انواره للبدر ولا واختفا اللهم صلاة وسلاما وبركة عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك واصحابك ومن تمسك بهديك وسار على نهجك الى يوم الدين ثم اما بعد ولد الهدى فالكائنات ضياء ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما قال رب العزة سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم قد بعث الله سيدنا محمدا بالنور والهداية والرحمة وكان هذا النور هو سبب هداية واسلام سيدنا حسان ابن الثابت شاعر الاسلام عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت قريش الى المدينة المنورة الى سيدنا حسان ابن الثابت شاعر جميل محبوب واعطته مالا لمقابل هذا المال ان يهجو رسول الله يشتم النبي يصب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول سيدنا حسان فصعدت على ربه يعني مكان عالي لانظر رسول الله بين الناس لاجد فيه صفة اهجوه بها يعني اشتم بها اسب فيها عشان اكره الناس فيه بيقول فلم صعدت على الرب ورأيت طلعته البهية وانواره السنية قذف الله النور في قلبي ثم نزل ورجع لقريش الاموال بتاعتها فقالوا لما انت ليه رجعتنا الاموال ايه السبب قال لهم عودي تعرفوا السبب فاسمع ايها المشاهد الكريم ماذا قال سيدنا حسان لقريش يا شيخ محمد قذر الله عنه بيوصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لما رأيت انواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته فجعلت انظره على قدري كأنه روح من الانوار في جسم من القمر كحلية نسجت من انجمي زهري صلى الله عليه وسلم العارف بالله بقى طبعا ونحن في مولد النبي محمد من ضمن الاشياء ما نحتفلش مش بالحلوة والكلام ده لا نحيي سنة النبي محمد نعود الى كتاب الله وإلى سنة النبي والاحتفال ومولد الهادي مش اليومون دول ده طول العالم طب اشمعنا اليومون دولة عشان نجدد العهد مع الله ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب عشان كده الراجل العرب لا سيدي عبدالغاني النبولس رضي الله عنه وارضا ننظم منظومة لما قرأ القرآن الكريم وقرأ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والقد أتيناك سبعة من البثاني والقرآن العظيم فجال إن القرآن نزل هدية لرسول الله ثم ننظم منظومة للصلاة على النبي بصور القرآن الكريم وبأسماء الصور القرآن الكريم 114 من الفاتحة إلى الناس فماذا قال قال اللهم صلي على سيدنا محمد الذي كان به فاتحة الوجود وبقرة آل عمران شربت من حوضه المورود وبررت النساء امتدت لمن بنوره مائدة الشهود وطافت به أنعام الأعراف زو الأنفال ونجى بالتوبة يونس وهود ويوسف من رعد شدائدهم الثقال وسعد به الخليل في بنيان الحجر نكتفي بهذا القدر في هذه الذكرى العطرة ذكرى مولدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقدم بالشكر إلى فضيل الشيخ محمد سعد على هذه التلاوة العطرة المتقنة ونتوجه إليكم بخالص التهاني بهذه الذكرى العطرة وأوصي نفسي وأوصيكم بكسرة الصلاة والسلام على النبي محمد كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة